السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة موارد الأستاذ مصطفى مرحبا بكم في درس جديد للمستوى السادس في مكون التبير الكتابي تحت عموان كتابة حوار إذن قبل أن نبدأ المرجو ضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم وآرائكم إذن نبدأ بقراءة النص لم تقوى النملة على العبور إلى الضفة الأخرى للترعة فبقيت تترقب من يساعدها إلى أن أبصرت حمامة بيضاء متجهة نحوها فقالت لها مساء الخير أية الحمامة الطيبة أريد العبور إلى الضفة الأخرى لكنني لا أستطيع القيامة بذلك لوحدي الحمامة طاب مساءك أيتها النملة المجدة سأساعدك على العبور تمسكي بهذا الغصن جيدا سأحملك إلى الضفة الأخرى النملة شكرا لك أيتها الحمامة الطيبة الحمامة ذلك واجب يا صديقتي التعاون سلوك مدني جميل وجب أن نتحلى به جميعا حملت الحمامة البيضاء الغصن الذي تمسكت به النملة وعبرت بها إلى الضفة الأخرى إذن هذا نموذج لحوار ظهر بين حمامة ونملة بهذا الجدول سنحاول أن نتعرف على أسلوب بناء الحوار إذن لا بد من أطراف الحوار ثم مضمون الحوار والأساليب المستملة مثلا بالنسبة لمضم الحوار هناك إفشاء التحية رد التحية طلب المساعدة إبداء الاستعداد للمساعدة والتعاون الشكر والاعتراف بالفضل وإبداء شعور الفرحة ننتقل إلى أتدرب وأطبق أتدرب على كتابة مقاطع حوار بين ماسين ونوميديا في موضوع المواطنة إذن سنحاول ترتيب الجمل لنكون مقاطع من مقاطع الحوار الذي ظهر بين ماسين ونوميديا إذن مرحبا بك يا نوميديا نوميديا أهلا بك يا ماسين صرني اليوم حديث أستاذنا عن قيمة المواطنة في حياة المجتمع ماسين المواطنة تتجلى في نكران الذات والعمل لصالح المجتمع نوميديا نعم يظهر ذلك في المحافظة على النظام والبيئة والمشاركة في أنشطة المجتمع ننتقل للنشاط الثاني وضف المقاطع المرتبة سابقا ثم أضيف إليه مقاطع أخرى لستسمة كتابة الحوار سنحاول كتابة حوار كامل بإضافة مقاطع أخرى إلى الحوار السابق مرحبا بك يا نوميديا أهلا بك يا ماسين صرني اليوم حديث أستاذنا عن قيمة المواطنة في حياة المجتمع ماسين المواطنة تتجلى في نكران الذات والعمل لصالح المجتمع نوميديا نعم يظهر ذلك في المحافظة على النظام والبيئة والمشاركة في أنشطة المجتمع ماسين بالطبع لأن المواطنة لا تعني التمتع بالحقوق فقط بل القيام بالواجبات كذلك نوميديا أتفق معك تماما فالمواطنة سلوك حضاري متميز أستعد بإنجاز أتحاور مع صديقي حول قيمة تحلي بالنظام داخل المدرسة سعيد مساء الخير يا صديقي كمان مساء النور أهلا بك سعيد ما رأيك في قول الأستاذ أن النظام داخل المدرسة أساس النجاح كمان نعم يا سعيد فمن واجبنا أن نحافظ على النظام داخل خلال الدخول أو القروج من المؤسسة وكذلك داخل الأقسام سعيد كما علينا أن نلتزم بقواعد النظام في الساحة وحتى في الممرات إلى الحجرات كمان صحيح لا بد من التحلي بالنظام في جميع أرجاء المدرسة وكذلك خارجها لنكون ناجحين في حياتنا سعيد أتفق معك تماما شكرا جزيلا كمان العفو لا شكرا على واجب إذن هذا نموذج لحوار يمكنكم اعتماده لكتابة نماذج أخرى نسبة لحصة الإجاز أتسبع الخطوات المبيرة في جدول لبناء حوار إذن سنحاول كتابة حوار حول موضوع حملة نظافة الحي إذن لا بد من وجود أطراف المتحاورة ثم المضمون الحوار قلنا أنه سيدور حول حملة نظافة الحي وكذلك استعمال أساليب كالتحية ثم أسلوب الاستفعام ولا بد من استعمال الجمال الفعلية والإسمية وسنحترم هذا الترتيب الذي جاء في مضمون الحوار إذن سأعطيكم نموذجا لحوار يمكن إغناؤه بأفكار أخرى خاصة بكم إذن سعيد السلام عليكم يا صديقي كمان وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بك سعيد هل سمعت بحملة النظافة التي سيمضمها سكان الحي الأحد المقبل كمان نعم يا سعيد لقد أخبرني أخي وسأكون من المشاركين فيها فالأزبال اشتاحت حينا بشكل مخيف سعيد صحيح وهذا ما دفعني إلى المشاركة في هذه الحملة كذلك كمان ما هي الأدوات التي سنستعملها في هذه الحملة سعيد سنحتاج لمكنسات وماء ومواد صنظيف وأكياس فلاستيكية نجمع فيها الأزبال كمان سأخبر باقي أصدقائي بهذه المبادرة ولا تنسف على نفس الشيء كذلك سعيد نعم وسنقوم بتوزيع الأدوار التي ستقوم بها كل فئة كمان رائع إن هذا العبل سلوك حضاري متميز سعيد لقد تم الاتفاق على كل التفاصيل ولم يبق إلا التنفيذ موعدنا الأحدى المقبل إذن هذا نموذج لحوار حول حبلة النظافة التي سيقوم بها السكان إذن في الأخير أتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة